شاهد ماذا يفعل اردوغان داخل الكعبة في الحرم الميك معجز دليل على اقتراب الساعة 2021 الحج الى مكة المكرمة وبيت الله الحرام من اعظم واسم فرائد الاسلام ومن ارقى واجمل الرحلات التي قد يقودها المسلم في حياته كلها ولكن عندما يتعلق الامر برؤساء الدول ومراسلاتهم للحج فهناك اشياء اخرى قليلا من يعلمها في هذا الفيديو سنوضح لكم رؤساء العرب وغير العرب الذين زاروا الكعبة المشرفة لاداء فريدة الحج ومنهم من فتح لهم باب الكعبة ودخل الى داخلها في حوالي تقل يكررها التالي فلنتابع معا ولكن اذا كنت مسلما ادعمنا باحجاب وصلى على رسول الله فيكم سندكر لكم اولا الحكام غير العرب والذين حصلوا على شرف فريدة الحج ثم سندكر لكم الحكام العرب وفي اخر المقطع سندكر لكم من هو الحاكم الذي زار الكعبة والذي كانت زيارته لها صدمة كبرى للجمع اولا رئيس الشيشان في عام 2015 زار رئيس الشيشان رمضان قادره الكعبة المشرفة مع والدته لاداء مناسك الحج ولكن الامر الممين ان ملك السعودية امر بفتح باب الكعبة المشرفة لقادره ليدخل الى باب الكعبة ويصلي فيها مع والدته وقال قادروف عند عودته الى الشيشان ان فتح باب الكعبة بقرار من ملك المملكة العربية السعودية لم يكن مخطط له وعادة يفتح باب الكعبة المشرفة مرتين في السنة لضيوف الشرق وقال قادره بمشيئة من الله تعالى حقق ملك المملكة العربية السعودية طلبه فانا طلبت من الملك ان يفتح باب الكعبة المشرفة لولدة العزيزة ثانيا رئيس تركيا قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ايضا بزيارة الكعبة المشرفة عام 2015 لأداء العمرة مع زوجه ويعد ثاني رئيس تركي يسمح له بزيارة الكعبة المشرفة بعد داود اغلق والذي كان اول رئيس تركي يحصل على شرف زيارة الكعبة وعندما زار اردوغان الكعبة المشرفة امر خدمين الحرمين الشريفين بفتح باب الكعبة المشرفة للرئيس التركي وهذا مقطع يوضح دخول اردوغان وزوجته واهله الى داخل الكعبة المشرفة لأداء الصلاة بداخلها وذلك وسط ازدحام شديد جدا من المعتمير وفور نزول الرئيس من طائرته الخاصة حجا او معتمرا يجري تخصيص فريقا من المشرفين لنقله الى الحرم المكي ثم اسكانه في احدى الفنادق المحيطة في الحرم ثم تعليمه اركاد الحج ليؤدي المراسم في اوقات مخصصة برفقة حراسة امنية مشددة وكل هذا يقع على نفقة السلطات السعودية كما يتم تنسيق جداول زيارة الرؤساء الى الكعبة او الوقوف بجبل عربة او زيارة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ذلك في اوقات مخصصة ومختلفة عن اوقات الحجاج العادي ثالثا الرئيس العربي الذي تم فتح باب الكعبة المشرفة له مؤخرا هو الرئيس المصري الاخير عبدالفتاح السيسي وهو لم يؤدي فريدة الحج حتى الان ولكنه ذهب في عام 2013 لاداء العمرة بامر من الملك السعود قام بفتح الكعبة المشرفة الى السيسي وذلك بخلاف المناسبات الرسمية والتي تفتح فيها الكعبة عادة ومنها غسل الكسوة يوم عشراء والمغلد النبوي ورمضان وقبل السيسي قام العديد من الرؤساء مطر بزيارة الكعبة المشرفة ومنهم جمال عبدالناصر وحسن مبارك والذي قد يكون الرئيس العربي الاكثر زيارة للكعبة المشرفة ويقول انه حج سبع مرة واعتمر 23 مرة والرئيس المصري السابق محمد مرسي ايضا له صور وهو يؤدي العمرة وسط حراسة امنية مشددة في بداية توليه الحكم رابعا ومؤخرا ظهر فيديو نادر للرئيس العراقي السابق صدام حسين اثناء تأديته فريدة الحج في مكة المكرمة ويظهر الرئيس الراحل في الفيديو ومعه وفد من الحجر وكان يردد الادعية واوردة الحج خامسا وقام الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رحمه الله باداء فريدة الحج قبل وفاده فقد ظهر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بملابس الاحرام وكان عرفات معروفا بتديونه الشديد وبعدها ادى الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس فريدة الحج عام 2008 وكان بربقته خالد مشعل واسماغيل هنية وهناك عدة رؤساء عرب قاموا ايضا بزيارة الكعبة المشرفة واداء فريدة الحج والعمرة وسنعرض صورهم بملابس الاحرام في نهاية المقطع اما الرئيس الغير العربي والذي كانت زيارته للكعبة المشرفة صدمة كبرى للجنة فهو الرئيس الايراني احمد نجاد ويعد اول رئيسا ايراني يؤدي فريدة الحج حيث قام باداء مناسك الحج عام 2007 وكان نجاد قد تولى رئاسة الجمهورية الايرانية في عام 2005 اما نترككم مع صور الرؤساء بملابس الاحرام حول الكعبة ترجمه الى اショ spectائص احمر برنامه خمالك موسيقى تبدو сделал اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة